السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم وشباب اخباركم ايه اكيد كل القنوات صغيرة وكبيرة بتبحث عن وسيلة لزيادة المشاهدات على قنواتهم في اليوتيوب اكيد حضرتك منهم وانا منهم كل القنوات كلنا بندور بنشوف فين السر اللي حيساعدنا على زيادة المشاهدات في قنواتنا على اليوتيوب اما قلتلك في العنوان ان السر موجود في القناة انا ما كدبتش عليك لكن قبل ما ندخل على الشرح العملي من ستوديو يوتيوب قناتك بالهاتف الجوال هقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا اول حاجة لازم تعرفها ان الجمهور هو كل شيء يعني المشتركين والمشاهدون الجدد المشتركين عندك في القناة والمشاهدين اللي هم بيعثروا على قناتك اما من بحث اليوتيوب او بالفيديوهات المقترحة من اليوتيوب لفيديوهاتك او من ميزات التصفح او من ميزات اليوتيوب الاخرى اساس الحركة دي كلها هو الجمهور والجمهور مش معناه ان انا بتكلم على جمهور قناتك فقط لغير المشتركين يعني في قناتك لا انا بتكلم على الجمهور وده بيبقى مرتبط بطلبات البحث بيبقى مرتبط بالموضوعات اللي عليها بحث وعايز انوه لحاجة مهمة جدا هنا هي ان انت حضرتك ممكن تعمل فيديو وتعتقد ان الفيديو ده هو انت عملته بافضل ما يكون وربما يكون الفيديو لحضرك ده عملته ده يكون فعلا قدم محتوى جاية يكون قدم معلومة قيمة فعلا لكن للأسف الوقت اللي تم نشر الفيديو فيه مفيش بحث ولا طلب عليه من الجمهور لكن ربما على المدى الطويل يجيب مشاهدات وده هتلاحظه في قناتك عندك بالنسبة للفيديوهات القديمة عندك على القناة ربما ان انت تلاحظ في اوقات معينة في مشاهدات بتيجي على هذه الفيديوهات لكن ده بشرط طبعا ان انت تكون استخدمت الكلمات المفتاحية وشرط اساسي ورئيسي لازم تعرفوه حضراتكم هو ان انت الفيديو بتاعتك مش حيموت على الدوام لو كان هناك تطابق بين العنوان والوصف والمحتوى العنوان والوصف والمحتوى والتطابق ده ثلاثتهم بكلمات مفتاحية يكون عليها بحث والكلمات المفتاحية اللي عليها بحث وطلب من الجمهور بتتغير من فترة الى اخرى مش هايز اطول على حضراتكم انا اقول لكم الكلمتين الصغارين دول ويلا بينا نمسك ستوديو يوتيوب القناة من الهاتف عشان تعرف السر اللي هيعرفك ازاي تزود مشاهدات قناتك وعدد المشاهدات على الفيديو وامتى انت تعدل على الفيديو وامتى تنتظر ولا تقوم باي جراء تعديلات على الفيديو هتدخل على ستوديو يوتيوب قناتك من الهاتف وهتختار المحتوى الخص لحضرتك الكلام اللي انا هقوله الموضوع بيتعلق بالسر اللي موجود في مستوى الوصول الى الجمهور لكل فيديو على حدة لو انا اخترت فيديو زي ده كده وجيت حضرتك تحت في اداء الفيديو اليوتيوب يقيم لك اداء الفيديو بين حيث عدد المشاهدات ونسبة النقر الى مرات الظهور ومتوسط مدة المشاهد هم دول سر زيادة المشاهدات على الفيديو في قناتك على اليوتيوب لو جينا اضغطنا على نسبة النقر الى الظهور اليوتيوب هنا بيقول لحضرتك يختار المستخدمون مشاهدة هذا الفيديو بالمعدل نفسه مقارنة بفيديوهاتك الاخر ويحقق الفيديو نسبة نقر الى ظهور جيدة با هنا مفيش مشكلة عندك في قولك لكن لو انتقلت الى احصاءات الفيديو عشان نروح لمكان سر زيادة المشاهدات وهي ان حضرتك تشوف مرات ظهور الفيديو ونسبة النقر الى مرات الظهور وتشوف التفاعل على الفيديو متوسط مدة المشاهدة لكن خلي بالك متوسط مدة المشاهدة اللي موجود هنا ده بيبقى مقارنة بالنطاق المعتاد لفيديوهات قناتك اما اليوتيوب عند اقتراحه لفيديوهات حضرتك مع فيديوهات القنوات الاخرى هنا بتبقى المقارنة بين الفيديو بتاعك انت مع فيديوهات القنوات الاخرى طيب لو جينا المستوى الوصول الى الجمهور وهو مكان سر زيادة المشاهدات في فيديوهاتك على اليوتيوب هتلاحس ان الفيديو حقق 1100 مرة ظهور طالما ان الفيديو بيحقق مرات ظهور مرتفعة يبقى ده معناه ان انت استخدمت الكلمات المفتاحية في العنوان وفي الوصف وقلتها في محتوى الفيديو وفي العلامات ولازم تعرف حضرتك حاجة مهمة جدا هينجح الفيديو عندما يكون هناك تطابق ينجح الفيديو يعني ايه يعني هتزيد عدد المشاهدات على الفيديو عندما يكون هناك تطابق بين العنوان والوصف والمحتوى العنوان والوصف والمحتوى والتطابق ده بيجي من خلال تركيزك على كلمات مفتاحية كلمات مفتاحية وطالما إن الكلمات المفتاحية اللي انت ركزت عليها في الفيديو سواء كان في محتوى الفيديو أو في العنوان أو في وصف الفيديو طالما إن الكلمات المفتاحية دي عليها بحث يبقى مع مرات الظهور الأكتر لإن استخدمت كلمات مفتاحية هيكون أكيد هناك نقر على الصورة المسغرة يبقى فيه ارتفاع في نسبة النقر إلى الظهور يبقى فيه زيادة مشاهدات لكن فيه عامل مهم جدا لكن لازم تاخد بالك منه وهو متوسط مدة المشاهدة وده بيتوقف على المحتوى أنت مجرد كتابتك لعنوان الفيديو معناها أن أنت بتدي وعد للمشاهد والمستخدم على اليوتيوب أنه حيلقي الحاجة اللي هو بيبحث عنها لو لقى الحاجة دي حيستمر في المشاهدة لو ملاقاش الحاجة اللي بيبحث عنها في بحث يوتيوب ممكن يغادر في خمس ثواني في عشر ثواني وده بيأثر أكيد بالسلب على انخفاض اقتراح اليوتيوب للفيديو بعد ذلك تمام؟ طيب نيجي على فيديو آخر يبقى أنا قلت لك هنا السر فين؟ في مستوى الوصول إلى الجمهور لو جينا على فيديو آخر زي فيديو ده مثلا ونيجي على نسبة النقر إلى الظهور أيضا قالي أن الفيديو ده بيجذب جمهور أصغر من المعتاد ولكن نسبة النقر إلى الظهور الخاصة به متشابهة لتلك التي سجلتها فيديوهاتك الأخرى طيب نروح على إحصاءات الفيديو ونروح على مستوى الوصول ما كانش سر أنا عايز أزود المشاهدات هنا لاحظ أن الفيديو لازال ما جابش ألف مرة زهور ما جابش ألف مرة زهور ونسبة النقر إلى الظهور منخفضة يبقى في هنا مشكلة فين؟ في الكلمات المفتاحية عشان أزود مرات الظهور كلمات مفتاحية في العنوان وفي الوصف وتكون مطابقة أكيد لمحتوى الفيديو نسبة النقر إلى الظهور يبقى لازم أننا هنا أعدل أعمل عملية تعديل في الصورة المصغرة تمام نروح لفيديو آخر وليكن أنا عايز أكيب لكم أنواع متعددة عشان تعرف اليوتيوب هو زي أدوات سيو المجانية والمدفوعة على فكرة لو ضغطنا على الفيديو ده وجينا على نسبة النقر إلى الظهور بص حضرتك هنا اليوتيوب بيديك تنبيه بقولك يختار المستخدمون مشاهدة هذا الفيديو معدل أقل مقارنة ببعض فيديوهاتك الأخرى دي نمرة واحد وبعد كده بيقول لحضرك إيه صحيح أن تغيير عنوان الفيديو أو صورته المصغرة يمكن أن يساعد في جذب المزيد من المشاهدات يعني بقولك أنت لو غيرت العنوان وغيرت الصورة المصغرة ممكن أن ده يؤدي إلى جلب وجذب المزيد من المشاهدات لكن لكن وحط تحتها ميت خط بعض المواضيع قد لا تهم المشاهدين بقدر مواضيع أخرى الأمر متعلق بطلبات البحث بالمواضيع اللي عليها طلب من الجمهور بالأساس وهو الجمهور هل الجمهور فعلا بيبحث عن المواضيع دي ولا بيهتم بمواضيع أخرى يبقى أنت ممكن هتعدل في الصورة المصغرة وهتعدل في العنوان لكن موضوع الفيديو نفسه مش هو ده اللي بيلبي رغبات وطلبات الجمهور تمام نشوف حالة أخرى عشان يبقى أنا كده جبت لكم كل جوانب الموضوع والكلام ده ترجعوله على فيديوهاتكم الأديمة واتطبق الكلام ده بقى ابتداءا من الفيديوهات القادمة عندك في القناة نيجي للفيديو ده الفيديو ده أصلا مش بيحقق عندي أرباح تمام لكن لو جينا بس بيحقق مشاهدات في طلب عليه لو جينا وضغطنا على نسبة النقر إلى الظهور قال لي رائع يختار المستخدمون على يوتيوب مشاهدة هذا الفيديو معدل أكثر من المعتاد وصحيح الفيديو ما بحققش ربح عندي تمام وأنا عارف السبب لكن ممكن من يوتيوب بريميام أن أنا أربح منه على فكرة تمام طب لو رحنا لأحصاءات الفيديو ورحنا على سر زيادة عدد المشاهدات على الفيديو لاحظ أن الفيديو لحد دلوقتي في ظرف أربع أيام حقق 3700 مرة ظهور نسبة النقر إلى الظهور تسعة وسبعة من عشرة ويعني مرتفع بترتفع زي ما أنت شايف حضرتك كده تمام ده شباب كان موضوع فيديو النهاردة خلاصة الكلام الموضوع بيتعلق أولا وأخيرا بطلبات البحث اللي عليها طلب الطلبات أو الكلمات المفتحية اللي عليها بحث وطلب من الجمهور اقتراح اليوتيوب للفيديو أساسه هو استخدامك للكلمات المفتحية مش معنى استخدامك للكلمات المفتحية يعني مكان العلامات فقط على فكرة ممكن يكون البعض بيعتقد الكلام ده لأ طبعا أنا قلت لحضرتك في الكلام أني لابد وأن يكون هناك تطابق بين العنوان والوصف ومحتوى الفيديو حول الكلمات المفتحية واللي بشرط يكون عليها طلب وبحث في الوقت الحالي السر في قناتك هو في مستوى الوصول إلى الجمهور أعتقد أن أنا كده وضحت لكم حاجة مهمة لكن مش معنى الكلام ده أن أنت كل ما ترفع فيديو أول ما ترفعه بعد ساعة واثنين تبص المستوى الوصول الجمهور وتشوف مرات الظهور وتشوف نسبة النقر زور لقيتها منخفضة تقعد تعدل في العنوان وتعدل في الصورة المصغرة خلي بالك لأ ادي الفيديو وقته لما يحقق مرات ظهور مرتفعة حقق مرات ظهور مرتفعة ونسبة نقر إلى ظهور منخفضة في ظل انخفاض عدد المشاهدات هنا يبقى لابد أن أنت تغير في الصورة المصغرة طب إذا كان بيحقق عدد مشاهدات ومرات ظهور لكن نسبة النقر إلى ظهور منخفضة هنا ما تغيرش حاجة لأن قد لا تؤثر انخفاض نسبة النقر إلى الظهور في عدد مشاهدات على الفيديو طالما أن في زيادة كبيرة في مرات الظهور وزيادة في عدد المشاهدات في حاجة عايزة نبه حضراتكو لها ابتعدوا عن المحتوى الجاذب لانتباه الجمهور يعني المحتوى الجاذب لانتباه الجمهور ده المحتوى اللي احنا بنقوله عليه المحتوى المضلم لأن انت مجرد ما بتكتب عنوان الفيديو ده وعد منك للجمهور أو المشاهد بأنه هو شافحة كلمة معينة بيبحث عنها في عنوان الفيديو دخل على الفيديو لو لقى محتوى الفيديو مخالف للكلمة اللي هو لقى فعلوان الفيديو أكيد ثانية واثنين وثلاثة وبيخرج من الفيديو وده بيدر الفيديو أكيد وبالتالي ده بيؤدي إلى انخفاض متوسط بدة مشاهدة الفيديو بالتالي بيؤدي إلى أن اليوتيوب خلاص بيركن الفيديو على الرف تحياتي لحضراتكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته